مولانا انا عايز ابدأ معك بس الحقيقة في دايما سؤال بيرودني انا بعرف حضرتك من سنين طويلة وبتخب بفضلتك كتير لكن السؤال دايما كان بيرودني وعمري ما سألته فهل تأذل لي انا اسأله اتفضل هل حضرتك رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اعتز بهذا السؤال واصدقك الاجابة انها كانت المرة الاولى التي رأيت فيها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة كان بالضبط وما زال في مخيلة المنظر بين باب الكعبة وبين الحجر الاسود وهو المسمى بالملتزم وكان واقفا يطوف وكنت خلفه وسرت خلفه فكنت لسه طالب في السنة الرابعة في كلية وصول الدين فلما عدت الى المنزل وسألت والدي عليه رحمة الله قال لي اولا تفسير هذه الرؤية شيئان الشيء الاول تبقى هتحج بس هتحج من انت لسه طالب والامر الثاني انك انت تتخصص في سنة الرسول لانك ماشي خلفه وفعلا كانت هذه السنة وكنا لسه ما امتحناش ولا خلصنا الامتحان فقالوا ده رئيس الجامعة بيسأل عنك وكان القائم برئاسة الجامعة انا اذن عليه رحمة الله الدكتور محمد احمد سليمان كان ماسك رئيس جامعة بالنيابة او قائم بعمل رئيس الجامعة كان بعد الشيخ البقولي تقريبا اللي هو ابن الدكتور السليمان سعد سليمان اللي هو المشهور الجراح الكبير المهم انه قال لي يا سيدي عاملين السنادي من كل جامعة طالب هي حج ووقع الاختيارة عليك لك الطالب يلبسها لي فهتحج قلت يا الحمد لله بقت فرحة لا تطاق والتفسير التاني تخصصت فعلا في سنة الرسول واخدت الماجستير والدكتوراه في سنة الرسول بعد ما اتخرجت من الكلية بس الشاهد ان المرة الاولى دي وانا طالب وشباب ما سبناش يا دكتور عمر ما كان في مكة ولا المدينة والمشاعر الا ورحناه شباب ولذلك انا انصح اي شباب يستطيع ان يحج او اي انسان في صحته يستطيع ان يحج فليبادر لانه يستمتع بالمواقع التي فيها السيرة النبوية وفيها قطوات الرسول عليه السلام صعدنا على جبل حراء دخلنا الغار لنزل عليه الواحد وصلنا فيه ما سبناش مكان يعني الشاهد كانت رحلة لا تنسى وهل تكررت رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام نعم الحمد لله وبعد ان تستفي سنته فاحنا الان نعيش مع كرم الرسول عليه الصلاة والسلام وكما يقول بعض العارفين ما غاب عني رسول الله لحظة ولو غاب عني لحظة ما عددت نفسي في المسلمين يقول هذا احد العارفين بالله من سلافنا الصالح لانه في كل لحظة الواحد يعيش مع الرسول حتى اما يأكل وبسم الله الرحمن الرحيم يتذكر الرسول يشكر ويقول الحمد لله حتى اذا دخل لقضاء حاجاته اعوذ بالله من الخل كل حياته التطبيقية والعملية معنا دائما وابدا عليه الصلاة والسلام هل اوصلك بشيء عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام هو يعني ما انفطر اليه القلب وانجذب اليه القلب ان انتصر لسنته هذا ما انجذب اليه قلبي ولذلك وانا طالب كنت بكتب في السنة وقبل ان اتخصص في السنة كنت بكتب في شوامخ ائمة الاسلام لدرجة اني كتبت عن سيرة الامام احمد بن حبل وفي مسند الامام احمد بن حبل وانا طالب لحتى لم اتخصص بعد في الدراسات العليا لسه فالشاهد كان انجذابي الى الدفاع عن الحديث النبوي وهذا ما عشته من اجله فالحمد لله اخرجت 150 كتاب منهم موسوعة في السنة منهم شرح صحيح البخاري اللي هو 16 مجلد كتبته في 17 عاما وكان القائم على دار الشعب انا اذن طلب مني وبعد ان رؤية رأت فيها الرسول وزورة الرسول وزورة الامام البخاري في احد المؤتمرات فلما قال لي قلت له موجود الاستعداد عندي والتهيئة النفسية موجودة وبدأت انطلعوا اجزاء صغيرة واكتمل في 16 مجلد كل مجلد 600 صفق والحمد لله اشعرت بان هذا اعظم انتصار للاسلام ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة الفترات التي تعرضت فيها السنة لهجمات شرسة من اعداء السنة النبوي ربنا يبارك في فضلتك دايما وينفع بك دايما والله يعني مش عارفين نقول ايه فانت فعلا حافظ لهذه السنة النبوية ومدافع عنها وفي مواقف صعبة كانت تظهر هذه المواقف العظيمة والنجيلة من فضلتك